السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا شرح جديد. بالنسبة لكيفية تسبيت الجيل على الاصدار سبعة واحد واحد وسبعة واحد. خلينا نشوف. نسبة مثلا. اصدار. تحميل راح احط طبعا الرابط للموقع باسفل الفيديو ان شاء الله. ولا خلينا بس نشوف الطريقة. التحميل من هنا. وسو هي تم التحميل. انا نحمله طبعا. راح يزهر لك ايقونة بهذا الشكل. تشغيل كمسؤول. خلينا اول شي. ازا كان في كلمة تصير بالنسبة لشاشة القفل خلينا نقفلها. طيب نعمل نقفلو. بالنسبة للايفون فايف اس كمان نرسل طريقة. خلونا نشوف. طبعا الادا هي من فريق صيني. تم اطلاقها لليوم. بتاريخ اه تلاتة وعشرين يونيو. طيب خلينا نشوف بسم الله. طبعا اول شي بالنسبة الاشارة الصح اللي شايفينا هون. هاي ازا حبيت طبعا بالنسبة لالتكريك برامج المكرك هاي لاخرهي طبعا هاي من الموقع الفريق نفسه. وزائد انا طبعا ما بدي ايها ما راح تلزمني. فبشي الاشارة الصح. فالان خلونا نشوف كيفية التثبيت. اول شي خلونا نتأكد. عددات عام. تاريخ الوقت. ادخل هنا. اوكي. نعمل. شوفوا عنا الان هلا بنزهر لنا الشرح. اه بنسبة كيفية التثبيت. نرجع بندخل. اعدادات عام. من ثم تاريخ الوقت. التاريخ الوقت. نعمل ثم من منشيل اشارة. نسخلي طبعا يكون الاعداد ليست لقائي. وندخل منغير التاريخ. نعمل واحد. حزيران. يصادف يوم لاحد. واحد حزيران. بهاي الطريقة. اه? الان نكمل. راح نشوف الطريقة. راح يظهرنا يكون بهذا الشكل. عفونا نبس شوية تخرت عنا. نفتحها. بدوت اكيد بنعمل متابعة. طبعا كاتب لك هنا بالنسبة انه عدم الخروج من التطبيق وهذا الشكل لازم اضع لانه ما هتذكروا ابدا. طبعا بحب بس كمان اوجه نصيحة بالنسبة اللي بحب يثبت لازم اول شي طبعا نضيف للجهاز يحدث على اخر اصدار وهو الاصدار الان الموجود آآ سبعة واحد واحد هذا اخر اصدار طبعا كمان راح يتم اطلاق اصدار جديد سبعة واحد فاصلة اتنين طيب بالنسبة اهم الميزات طبعا انا هي ما راح ادخل بتفاصيلها فاكيد منكم بيعرفة كتيره على بركة الله شكرا ل clockwise شكرا بنفسي شكرا ايه طريبا خلصت عملية طبعا بس بحب ارجع اكد بالنسبة الاشارة الصح اللي انا شلته هون هاي مشان تثبيت برنامج البيبي اه 25 ممكن بتعرفوه اغلبتكن بنسبة هده للبرامج المكركة الاخرهي طبعا انا ما لي لازم فيه فاللي بحب يسبته مع الجل بريك يعيف اشارة الصح هوني ويكمل التثبيته طيب الان نشوف طبعا كما اللي شايفين هاي طريبا اخر اه الخطوات بهالحالة امانية جل بريك طبعا هادا جل بريك غير مقيد للاصدار 7.1 7.1 7.1.1 انا شايفين سيديم شوي خلوني بس نكمل لاخر اعتذر طبعا ازا كان الشرح شوي طويل عزروني ما في بالعادة انه بس لان يكون الشرح لهال مدة واس حبيت منه بحيس انه بعض الاخوة يستفادوا من هالفكرة انا شوي الفكرة مختر فيه وبالخاص انه من فريق طبعا جديد بالنسبة للاطلاقة جل بريك هذا الفريق طبعا اول جل بريك يعتبر بس طبعا فيه مساهمة من هاكر بالنسبة للصغرات جل بريك الاخر هي طبعا احنا هون هذا معدل نشغل فيه فيكن تسكروا هنا كمان خلاص بالنسبة الجل بريك يدعم خلونا نقول ايفون فايف اي ايفون فور اس آآ بيدعم ايضا ايباد 2 و ايباد 3 ايباد فور ايباد اير بالنسبة للميني ايباد ميني ايباد ميني ريتنا بالنسبة للايبود طوش فايف طبعا لكل اصدارات اللي بتحمل الاصدار سبين بويت وان. طبعا كما اللي شايفين. تم التثبيت بنجاح. خلونا نتاكد. هاي اعدادات بس احسري مشان. في امان الله وبالتوفيق للجميع وان شاء الله يكون هيك استفدتم من هالشرح. نلتقي بشرح اخر ان شاء الله. بالتوفيق. اي سؤال او اي شي يصحب عليكم انا موجود بالخدمة ان شاء الله.